عامان من الحرب والحصار والجوع وما تزال تعز صامدة رغم قذايف الانقلاب وخذلان الشرعية والتحالف وصمت المجتمع الدولي التقارير الدولية تؤكد حجم الفاجعة التي تطال المدينة وريفها نتيجة الجرائم المتعمدة التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب والتي ترقى بتوصيف المنظمات الدولية الى جرائم حرب وفي انتهاك متعمد لقوانين الحرب شنت ميليشيا الانقلاب هجمات مدفعية وعشوائية ومتكررة على احياء سكنية في تعز حسب تقرير حديث اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش ادت تلك الهجمات العشوائية وفق تقرير المنظمة الى مقتل ثلاثين مدنيا على الاقل وجرح اكثر من مائة وستين اخرين خلال عشرة ايام فقط من شهر مايو الماضي وثقت المنظمة الدولية في تقريرها عدة هجمات قامت بها قوات الحوث وصالح خلال مايو ويونيو الماضيين على مناطق كثيفة السكان ورصد التقرير مقتل ثني عشر مدنيا بينهم اربعة اطفال خلال يومين بينما قال ان هجمات اخرى لقوات الحكومة ربما شنت على منطقة الحوبان الخاضعة لسلطة الميليشيا يشير التقرير الدولي الى الكارثة التي حلت بحي الضبوعة في مدينة تعز حيث قتل في يوم واحد من شهر مايو خمسة مدنيين على الاقل بينهم طفل نتيجة هجمات حوثية جرحت ايضا سبعة مدنيين بينهم اربعة اطفال تتعمد ميليشيا الانقلاب قصف المدنيين في تعز بهجمات عشوائية وهي الهجمات التي قد تعرض كما تقول السارا ويتسن المديرة التنفيذية في هيومن رايتس قادة الحوثيين وصالح الى مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب اشتركوا في القناة